أمام القضاء وجرى التحقيق في عدة من الشكاوة المقدمة من قبل المشتكين وأخذ التحقيق ساعات عديدة بأكثر من قضية جدل واسع في العراق بعد فضيحة التعاقدات السياسية مع شركات أمريكية بملايين الدولارات في إطار الصراع على السلطة والمناصب في البلاد لسيما بعد إقالة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بتهم تزوير والذي كشف في مؤتمر صحفي أن أكثر من 284 جهة في العراق شملت مسؤولين وأحزاب بارزة من بينهم نور المالكي وهيئة مليشيا الحجد وحكومة كردستان العراق تعاقدت مع شركات علاقات وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بشركات الضغط التي تتولى ترتيب علاقات السياسين في العراق مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعضاء الكونغرس ومؤثرين ووسائل أعلام وفي وقت التزمت فيه تلك الأطراف السياسية والحزبية جانب الصمت إذا تلك التعاقدات والوثاق السرية المسربة طلب ناشطون بمحاسبتهم جميعا قضائيا على التعامل مع شركات مشبوهة وهدر أموال البلاد مؤكدين أن ما كشفته الوثاق التي شملت تعاقدات سياسية وحزبية مع شركات أجنبية تابعة للكين الصيوني يتطلب موقفا قضائيا واضحا ويجب أن لا يتم تسويفه مبينين أن تلك الشخصيات والجهات متهمة اليوم بما يتهم به الحلبوسي وأنه لا بد من حالة الجميع إلى القضاء بلا استثناء تسقيط سياسي وحزبي هو المشهد المسيطر على العراق منذ عام 2003 وحتى أزمة الحلبوس الأخيرة التي أثبتت بكواليسها استمرار للسهداف بين شركاء العملية السياسية حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن والمواطن لتمثل أزمة إقالة الحلبوس ومغادرته رئاسة البرلمان الحالي اتجاه البلاد نحو أزمة سياسية جديدة تضاف لسلسلة أزماتها المستمرة والمتفاقمة في إطار صراع الكتل والأحزاب على السلطة في العراق